نقول فضيلة الشيء ففقكم الله هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها هل هو باق بهذا المعنى في هذه الأيام بكون مصليات النساء معزولة تماما عن الرجال العلة التي من أجلها جعل صفوف النساء آخرها لأنها أبعد عن الفتنة العلة أنها أبعد عن الفتنة وأبعد عن الرجال فإذا زالت العلة تغير الحكم فإذا وجد ساتر بين الرجال والنساء فخير صفوف النساء أولها لزوال العلة الحكم يدور مع علة الناس